تقبل المركز الوطني للإصطياف للأطلس المتوسط بإفران خلال الفترتين الأوليين من البرنامج الصيفي 2395 طفلاً منهم 735 فتاة نستقبل جمعيات المنطمة التربوية من جميع ربوع المملكة يعني من الجنوب لدينا ناس من الداخلاء لدينا من العيون لدينا من الشرق لدينا من الشمال الحمد لله تنوع التقافي الذي تسخر به المنطقة الإفران يجعلها منطقة جدابة المخيمات الصيفية ويؤثر هؤلاء الصغار الوافدين من مختلف مناطق المملكة حوالي 20 جمعية وطنية ومحلية يمثلها 503 مؤثرين وأطور إدارية حسب المندوبية الإقليمية لوزارة الشباب والثقافة والاتصال قطاع الشباب بإفران حيث أن الأطفال المستفيدين يتوزعون بين مراكز راسلمة وخرزوزة وبن صميم نضم في مختلف البرامج الجماعات المخيمة مجموعة من الورشات الفنية والإبداعية مجموعة من البرامج تربوية تنشيطية التي نهدف من خلالها إلى سقل المواهب الطفولة والشباب وتفتق الطاقات والإبداعات الكاملة في صفوف الأطفال والشباب واكتشاف شخصياتهم ومهارتهم الحياتية كجبوني أنا مخيمة بحال هكا تعلمت بزاف تلحويج بحال أني نفيق بكري ونشطنا ولعبنا وتحكنا بزاف الألعاب الترفية وسيستفيد أزيد من 250 ألف طفل من البرنامج الوطني العطلة للجميع برسم 2022 وذلك بعد انقطاع أملته جائحة كوفيد-19 وينتظر أن تستفيد نسخة 2022 المنظمة بتعاون بين الوزارة والفيدرالية الوطنية للمخيمات من برنامج أوراش الرامي إلى خلق 250 ألف فرصة عمل مباشرة قصد تأمين تأطير أفضل وتنوع برامج تنشيط داخل مراكز الاستياف